قال رئيس مجلس الوزراء إن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية وما تضمنته من تحريكا لأسعار بعض المنتجات البترولية تأتي في إطار متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية لتتناسب مع تغيرات في أسعار الطاقة العالمية وسعر الصرف وأشر رئيس الوزراء إلى أنه وفقا لدراسات التي قمت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة فقد تم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه وتثبيت سعر منتج السولار وعدم تحريكه ذلك مراعاة للبعض الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة لافتا إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستعاب أي تزيادات في تكلفة منتج السولار على أساس سنوي لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة موضحا أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرية